مواكبة لبداية عام جديد دشن مركز الأمل لعلاج الأورام حملة يوم واحد من شهر واحد كاملا والتي تهدف لدعم مرضى السرطان خلال إشراك جميع فئات المجتمع بالمساهمة بمساندة المركز بمختلف الاحتياجات المادية والمعنوية جديد دشن هذه الحملة الغرض منها هو دعوة المجتمع دعوة القهات الخيرية والإنسانية دعوة الناس إلى دعم مرضى السرطان ويعد مركز الأمل المركز الوحيد المجاني لعلاج الأورام السرطانية في مدينة تعز الذي يستقبل الآلاف من المرضى ممن يترددون عليه بشكل يومي لتخفيف آلامهم تجاوز عدد الحالات المسجلة أكثر من سبعة آلاف وتسعمائة حالة بزيادة سبعمائة حالة عن الأعوام الماضية وهي زيادة تفوق بمائة حالة العام الفين وثمانية عشر الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على جميع أقسام المركز الذي يعاني من الازدحام الشديد ونقصا كبيرا في الأجهزة والإمكانات المركز حاليا يقدم خدماته بالإمكانيات الموجودة وهو بحاجة كبيرة إلى استمرار الدعم فيما يتعلق بالأجهزة وكذلك تأمين قضايا الأدوية واستمرار تقديم الخدمات الاجتماعية والمساندة للمرضى في أثناء هذا المركز مرهقون أضعفهم المرض وهدهم اليأس بمواصلة الحياة في ظل أوضاع المدينة المتردية فيما فيها المركز الذي يمر هو الآخر بأوضاع صعبة صراع مرير من أجل البقاء يخوضه هؤلاء حيث يمضون أوقاتهم هنا في هذا المركز الذي يستقبل أكثر من 120 حالة يوميا ويأوي نحو 20 حالة في مساحة ضيقة بعد أن دمرت الحرب مبنى المركز الرئيسي الكائن في النقطة الرابعة وسط المدينة والذي كان يقدم الخدمات الكاملة مؤثرا على المرضى كثيرا من العنى مها علي قناة بلقيس تعيز